هذا سلمك الله عندنا أحد الكتب المطولة في ترجمة علم من الأعلام من أعيان العلماء المعاصرين ومن أئمة هذا الزمان ومن من جمع الله له استكمال آلة الاجتهاد عالم رباني وهو من القلائل الذين تبرأ الذنب بتقليدهم والأخذ بفتاواهم رحمة الله عليه وهو شيخنا العلامة الشيخ عبدالله بن جبرين شيخنا العلامة الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله كان آية في الخلق والعلم والحفظ ودماثة الخلق مواصفات كثيرة جمعت يعني أم جمعت في شخص هذا مثاله رحمة الله عليه ترى يا ولدي شوف اللي بين يدينا هذا مع أنه كتاب ضهم قرابة 900 صفحة أو تربو عليها بقليل لو كتبت أمثالها أيضا لكن لا تفيش جلسة واحدة مع الشيخ جلسة واحدة مع هذا العالم الرباني سبحان الله تغني عن كثير من الكتابات اسأل والدك لأنني طلبت من الله عليه ولازمته 9 سنين تقريبا لما كنت في الرياض رحمة الله عليه فهذا بعض الوفاء بحقه كتبت كتابات كثيرة في مقالات في مجلات لقاءات في قنوات في آخر حياتي أو في حياتي في مجلات بحثية وغير بحثية كتبت أشياء من حياتي وترجمتي طلاب وكتبوا أشياء لكن كان من أوفاها وأجلها وأكبرها وفيها جمع يشكر عليه صاحبه ويصنع عليه لما فيه من حسن التقييد والترتيب والإضافة العلمية وهذا الكتاب الذي ألفه وجمعه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن شيخ العلام الشيخ عبد الله بن جبرين شيخنا الشيخ الحبيبنا وتجراسنا الشيخ الدكتور عبد الرحمن الجبرين هو من أولاد الشيخ وهو دكتور في كلية الشريعة درسنا في كلية الشريعة أيضا وهو دكتور في أصول الفقه وكتابه تحقيقاته مشهورة معروفة أيضا مطبوعة وفقه الله هو يقول أنه تولى مكتب الشيخ قرابة عشر سنين من حياة الشيخ فثار يجمع مما يحصله مما يعتقد أنه تنفعه في الترديم فيما لو كتب الترديم فيما بعد وبدأ من مكتب الشيخ يعطيه أشياء وقصص ولقاءات الشيخ وما ذكره ولقاءات أشياء فجمع أشياء كثيرة جدا ومراسلاته وكتاباته ودروسه ثم بعد ذلك تبين له أن الشيخ أكبر من ذلك بكثير ووجد من المعلومات في مكتبه في الإفتاء وفي التال عند التلاميذي وفي المقات التي كتبت وما نشرت وأشياء كثيرة جمع الجميع في هذا الكتاب الضخم الذي سماه أعجوبة العصر سيرة سماحة الشيخ العلام الإمام الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبنين رحمه الله المتوفى عام 1430 للهجر رحمة الله عليه هذا الكتاب قرابة سعمية الصفحة قسمه صاحبه إلى ثمانية أقسام كل قسم يحتوي فيه الوحدة الموضوعية تستوعب مراحل الشيخ العمرية والعلمية والتعليمية والدعوية والعملية إلى أماماته من ولادته إلى أماماته رحمة الله عليه وبهذا بدأ والكتاب غزير بالمعلومات حتى المعلومات الدقيقة لأنه ابنه وابنه جاء بالمعلومات لا تقع لأي أحد خاصة من البيت ومن المعاشرة الطويلة ومن معرفته بأبيه وأشياء كثيرة هذا يشوف الأقسام اللي عندنا يشوف القسم الأول جعله وخصه به قال لك البيئة الخصبة اللي هو أسرته ووالده وشيء عن ذلك ثم بعد ذلك بيته القسم الثاني خصه بتكوينه المسدد طلبه للعلم وشيء من ذلك مبادئه حفظه القرآن ثم القسم الثالث قال سمه العطاء المتجدد وهذا العطاء المتجدد اللي نبوغه المبكر وحفظه واطلاعه على الكتب وأشياء ثم القسم الرابع خصه لشخصيته وصفاته الشخصية والعلم والعقلية وما تميز به رحمه الله في هذا الباب من زهد ومرع وصبر وأشياء واستغلال الوقت والقراءة الخامس كان في العقيدة والعبادة وما يتعلق بتحنثه رحمة الله عليه هو السالث ما يتعلق ب ما سماه شيخ الأمة وهو عبارة عن مكانة الشيخ في الأمة وأثر فتواه ودروسه عند الناس وتلقيهم لها بالقبول رحمة الله عليه أنا وجدت حتى ولدي لمذهبت إلى أوروبا وغيرها وجدت الشيخ له قبوله وحضوره جدا في فتواه عند القامة هناك سواء على المراكة الإسلامية أو غيرها حتى ذكوا كانوا عندهم مشكلة وقالوا وراسلنا ولكن ما جاتنا فتواه إلا من الشيخ بن جبرين فلما قالوا قلت خلاص لك فتبرى به الدمه يكفيكم من الشيخ بن جبرين أصلا ولا تحتنثوا لأحدا بعدهم رحمة الله عليه والقسم السابع جعله في مناهج متقنة طبعا تكلم عن طلب العلم وعلاقاته بولاة الأمور ببقية العلاوة والمشايخ بالمخالفين بالشباب بطبقات المجتمع ثم الأخير كان عن مرضه في آخر حياته ووفاته رحمة الله عليه الكتاب ضخم جدا قدمه الشيخ بمقولة كتبها الشيخ بن جبرين لما مات الشيخ بكر أبو ليد وقدمها لأنها في المصيبة العظيم بفقد العلماء لأنها تصدق عليه هو أيضا ثم توالى الكتاب والات الكتاب بعد ذلك والكتاب ملي بالسرد القصصي بالقضايا العلمية التكوينية بعلاقاته بشيوخه بتلاميذه ويقول تفاجأنا بأشياء كثيرة من اللقاءات والكتابات التي خرأت ما شاء الله والشيخ أصلا يعني معطاء حافل في تاريخه أنا أقول لدي كان من أكثر المشايخ ازدحاما الدروس له في الأسبوع الواحد لما كنا في ريال كان الشيخ بن جبرين رحمة الله عليه أنا حسبت له مرة قربت 45 درس تقريبا 45 لست عدة ما شاء الله هذا ليس في مسجد واحد الشيخ كان كريما لا يرد واحدا في المسجد هنا أراد له درس يروح يقيم درس المسجد هناك يروح في شرق رياض وغربية وجنوبها رحمة الله عليه كان من كرمية له لا يرد واحد رحمة الله عليه هذا غير نشاطه الدعوي في خارج منطقة الرياض وغيرها رحمة الله عليه الكتاب مطبوع في مجلد ضخم كما ترى من إصدارات مؤسسة كمؤسسة بن جبرين الخيرية والكتاب قلنا لكم أنا بس والله ليتم أضافوا يعني صورة الشيخ يعني تكون أنا بس في موقع في واحد فقط فيها كأنهم يبصوا أورق هذه هذا نموذج من خطه وقصاصة من القصاصات التي كتب فيها شيء عن الشيخ رحمة الله عليه الكتاب قلنا مطبوع في مجلد ضخم ترجمة نانسي قنقر